انك تفوق متأخر وتاخد خطوة كان المفروض تاخدها من زمان أحسن مليون مرة من انك تعيش طول عمرك محلك سر وانت واقف في المكان الغلط وده اللي حصل في حكايتك يا أسماء تصبرتي واستحملتي عملتي حاجات صعبة جداً أي حد يعملها ويستحملها عشان إيه؟ عشان إنتي كنت جدعة بس ادعى قد الموضوع ما حلوش انت داريتي على حاجات كتير أوي صعبة ومحرجة جداً ما كانش هيفعة تحصل أصلاً ما كانش هيفعة تقبلي بيها فكري يعني لما بتعمل معروف في حد عنده أخلاق وشهم وجدع وأصل ومعدنه طيب بيحفظه لك وبيحاول طول الوقت ان هو يرد لك الجميل لكن لما بتعمل المعروف في الناس مش كده بيرده لك إيه؟ أسوأ اللي تقصلي غيرة وده اللي حصل من جوزك بالأسف كان لازم يا أسماء بعد الكل اللي اتحملتي ده وقلت له أنا هقف جنبك وهساعدك ولقيته مش مقدر جدعانتك والتضحية اللي عملتيها بيحاولي تصرف تصرفات مش كويسة عايز يطفشك ويخليك تطلبي الطلاق وكان لازم تفوقي تعرفي إنه مش ده الشخص اللي يستهلك مش لازم يستهل جدعانتك مش بس كده أنا من وجهة نظري إنه فكرة أنت تسطوري عليه والكتمان في حاجة زي دي حاجة زي اللي حكتيها وظهرت من أول يوم جواز كانت فكرة خلينا أقولك مش حكيمة من أصل وعلى الأقل كان المفروض تحكي لأهلك بينك وبينهم يا ستي طلبي المشورة يا ستي اسأليهم أنت لسه صغيرة ومعنديكش خبرة في الحياة كان لازم حد أكبر منك يفكر معاك كانت تفرق معاكي قوي صحيح إنه أول نصيحة إحنا بنتعلمها في الجواز إنه مشاكل البيت بتكبر لما بتتحكي وتطلع بقر والصح إنها تفضل بين الزوج وزوج بس ده إيه لما تكون مشاكل عادية وإخناقات اختلاف طباع وانتكلم على فلوس أمور عادية بتحصل في كل بيت مش حاجة محورية زي دي والجواز ليه سكينة واماودة ورحمة شفتي حاجة يا بنتي من دي ده غير إن حسن ما حكيتي ده مش حاجة ظهرت فجأة واضح إنه مشكلة قديمة عنده كمر الضمير إنه يحاول يحلها قبل ما يفكر يتجوز إنت ما عندكش ضمير إحنا هنا في البرنامج مش بنشجع على الانفصال ولا عمري هقولها لأنه ده قرار يخص صاحب المشكلة ما ينفعش تكون أنا أكون طرف فيه واخد زنب ما ينفعش حط نفسي مكانك فعش أنصحك نصيحة أنا ما عافش بكرة عندك إيه ظروفك إيه أصلك إيه بيتك عمل إزاي الجواز مالوش كاتالوج واللي يناسب حد ممكن يكون ما يناسبش حد تاني سمعتي مع أنا كلام دكتور هيني وسمعتي كلامي دلوقتي وعايز أقولك على حاجة للمشكلة وللأسف أن أنا سمعت القصة دي قبل كده وسمعتها من ممكن يكون حد من الطلبة عندي والله العظيم أن هو عشان مش قادر يعمل كده خالة دكتورة تعمل اللي هو ما قدرش يعمله ودي كارثة اوعي تقبالي بداه مهما حصل مش أقولي غير كده الجواز سكينة ومواد ورحمة مش قادرين تتجاوزوا ما تتجاوزوش بنات الناس مش لعبة حرام عليكم إلا ما ترضهوش على أخواتك ما تعملوش في بنات الناس وانتي مش جدعانة منك نتقفي معا في حاجة زي دي أنا أسف وأنا كنت بتجاوزك ليه واستنى منك رسالة جديدة مش هتقولي لي عملت إيه عايز أسمع وعايز أحكي للناس عملت إيه والحمد لله يا رب ومبسوطا الحلقة دي تواعي ناس كتير وتبقى في مزان حسناتنا والناس تفهم ما تقبليش بقى حاجة ما تخافيش من كلام الناس هيعملولك إيه اللي بيأكلنا ويبسطنا دول اللي يفرؤوا معنا ومحدش بيعمل معنا كده غير أهل بيتنا هستنىكم في حلقة جديدة قصة تانية وأبطال تانين في قصة حقيقية باي باي